اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقفة نناقش في هذه الحلقة التغييرات التي أعلن عنها الحزب الحاكم في موريتانيا والتي طالت الاسم ومنصب الرئيس هل تقتصر التغييرات على الشكل أم تمتد إلى المضمون؟ هل تسهم التغييرات في حل أزمة الحوار الوطني المتعثر؟ وهل تلعب التغييرات دورا في التحضير للانتخابات النيابية والمحلية العام المقبل؟ كيف تنظر المعارضة إلى تغييرات الحزب الحاكم وماذا تتوقع منها؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من النواكشط القيادي في حزب الإنصاف الحاكم أحمد أدوى ومن العاصمة الموريتانية أيضا المنصق العام لمشروع إلى الأمام موريتانيا نوردين محمد نتابع النقاش بعد التقرير تغييرات أعلنها الحزب الحاكم في موريتانيا تنال الاسم ومنصب الرئيس فالحزب الذي حمل اسم الاتحاد من أجل الجمهورية تغير اسمه إلى إنصاف أما رئيسه سيد محمد ولد عمر طالب فقد أعلن استقالته ليخلفه وزير التهذيب الوطني والناطق باسم الحكومة ماء العينين ولدئيه تغييرات يراها أنصر الحزب ومؤيدوه مؤشرا على تغييرات سياسية أكبر نجد الالتزام إن شاء الله بكل تضحية والعمل كل جد إن شاء الله عند حسن وانكم وعند حسن وان مناضلين كلهم اختيار الناطق باسم الحكومة رئيسا للحزب الحاكم يراه البعض محاولة للخروج من حرج وضع القيادة السابقة للحزب في مرمى اللوم مرتبط بتعثر مسار الحوار الوطني في البلاد لقد اختضنا حجبنا مختلف مراحل التشاور عن طريق حضوره الفعال في كل مفاصل العملية ولكن البعض في النهاية غلبت عليه أجداته الخاصة وأراد أن يكون التشاور مجرد مطية لتحقيق تلك الأجندات مما جعل الدجنة المشربة على هذا التشاور تأخذ مبادرة توقيفه لكن المعارضة ترفض اتهامها بإفشال الحوار وتتهم مقربين من رئيس البلاد محمد ولد الغزواني بتفريغ دعوة الرئيس للحوار من محتواها الحوار الوطني والاستعداد للانتخابات النيابية والمحلية العام المقبل تحدياني وجهاني الحزب الحاكم فهل سيكتفي بتغيير الشكل أم يمده إلى المضمون والأليات أبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي من العاصمة الموريتانية أحمد الدوة أستاذ أحمد تغييرات في الحزب الحاكم تمتد لتشمل اسم الحزب ومنصب الرئيس ما البواعثة الموضوعية لهذه التغييرات من وجهة نظر الحزب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشراف الأنبياء والمرسلين شكرا لك أخي الكريم وشكرا لقناتكم المحترمة على هذه الاستضافة وحيي الضيف الكريم الأخ نوردين الحقيقة كما تعلم وكما يعلم مشاهدينكم الكرام أن حزب الاتحاد من الجمهورية سابقا حزب الإنصاف لاحقا هو حزب متعدد ومتنوع التشكيلة الموجودة داخله متنوعة ومتعددة المشارب ومختلفة الرؤى والطرحتها وبالتالي هو حزب ذري بتنوعه وتعدد مشارب منتميه هذا الحراك الذي دائما ما يكون داخل حزب الاتحاد من الجمهورية بوصفه حزب قوي وحزب حاكم وحزب لديه ممثلين على كافة ربوع الوطن في كل القرى والمدن والمناطق كما تعلم وكما يعلم مشاهدينكم لديه كافة رؤساء المجالس الجهوية ولديه ما يزيد على مئتين بلدية بالإضافة إلى أغلبية مطلقة وأغلبية كبيرة جدا داخل الجمعية الوطنية بما يزيد على المئة نائب هو إذن حزب يحتاج في كل فترة إلى أن يجدد من ما يجمع أو يحاول أن يخرج بخلاصة أفكار وتلاقح أفكار منتسبيه وبالتالي كانت هناك بعض الرؤى مطروحة منذ فترة بعد مؤتمره الأخير قبل ثلاث سنوات 2019 وبالتالي ارتأت قيادة الحزب أن تسير باتجاه مؤتمر باتجاه دورة استثنائية للمجلس الوطني تحولت إلى مؤتمر وطني كانت الآمال المعقودة عليه كبيرة جدا بحجم أننا دخلنا مرحلة سياسية نحاول وأن نكون جاهزين لتقديم ما يواكب ويدائم أستاذ أحمد ما حجم التعديلات التي يمكن أن تطرأ على سياسات الحزب أو بمعنى آخر ما مدى العمق الذي قد تصل إليه هذه التغييرات هي تغييرات ستطال كثير من الأمور داخل الحزب حتى يواكب المرحلة ويستطيع أن يكون أن يبقى دائما في الريادة وعلى حجم برنامج الطموح لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني تجاوزنا منها مرحلة تغيير قيادة الحزب مثلا في رئيسه السابق المهندس سيد محمد ولطار بعمر الذي أبلى بلاء حسنا خلال المرحلة الماضية وخلفه معالي الوزير محمد مالعينين وليه ليخطو بالحزب خطوات ذابتة باتجاه مرحلة جديدة تتطلب الدماء جديدة وتتطلب استراتيجية جديدة ورؤى جديدة لما ستقدم عليه بلادنا على أي أساس أستاذ أحمد تم اختيار رئيس الحزب الجديد وأيضا من رمزية التي استخدمت لاختيار الاسم الجديد الإنصاف الرئيس الجديد هو أحد كفاءات منتسبين هذا الحزب وقد تم اختياره من طرف المجلس الوطني بعد أن وقع عليه الاقتراح من طرف لجنة الاقتراحات التي تشكلت صبيحة انعقاد المؤتمر وبالتالي نال ذقة أعضاء المجلس الوطني وبذلك تم اختياره ليعبر بالحزب إلى مرحلة تواكب الإصلاحات التي استجدت والبرنامج الطموح لدى كافة المرتانيين الذي بشتر به صاحب الفخامة محمد الشيخ الغازواني غدات تنصيبه فاتح أغسطس 2016 أما فيما يخص تغيير الاسم فكما تعلمون أن الإنصافة إحدى الركائز التي انطلق منها برنامج رئيس الجمهورية وجسده على أرض الواقع خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتالي هذه الفكرة أصبحت واضحة أستاذ أحمد أعتذر منك على المقاطعة لضيق الوقت وأريد أن أنتقل إلى الأستاذ نور الدين محمد دو كيف تقيم الأطراف السياسية المعارضة ما قام به حزب الاتحاد الجمهورية أو حزب الانصاف حاليا وما الرسالة التي تتلقاها من هذه الإجراءات طيب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة لا أتكلم هنا باسم معارضة تقليدية وبيسم أحزاب المعارضة لأنها كلها يتكلم أو يصدر بياناته حسب تموقعه واتحاداته نحن في مشروع إلما موريتانيا بكوننا لسنا متموقعين سياسيا في الخريطة الموالية والمعارضة يمكننا القول أننا شاهدنا هذا التغيير في رمزية ما يسمى بالحزب الحاكم في هذا البلد ما يسمى تفاؤلا أو مغالطة بالحزب الحاكم ورأينا هو رأي كثير من المتابعين للساحة السياسية منذ عقود نعتبر أن هذه الكشكولات أو هذه الاتحادات التي تسمى بالأحزاب الحاكمة في مثل هذه البلدان تعتبر أساسا تجمعات مصالح تدور في فلك القائد في فلك الرئيس وهذه حالة كثيرة متعارفة عليها لأن الانتماء للأحزاب الحاكمة في الدول التي تكون الأحزاب فيها هي حزب الدولة ويكون مهم على كل الوظائف السامية وجل المناصب الانتخابية يكون سهلا وبالتالي تكون فيه كثير من المنتمين ما لاحظناه مؤخرا هو تغيير في تسمية وتغيير في رئيسه قبل يوم ويومين كما أشار الأخ أنا لأسف لم أستمع لكل مداخلة لأن بدايتها كان فيها تشويش لكن الحدث حقيقة يتلخص في مسألتين بسيطتين وهو تغيير رئيس الحزب من وزير إلى وزير في الحكومة الحالية وتغيير التسمية وكان بإمكاننا وكان بودنا نحن غير المنتمين لهذا الحزب لكننا نهتم بالشأن السياسي الموريتاني أن نسمع مبررين ناهضين أو شرح تفسيرين للشأن العام لهذين التغييرين بعد أن تم متح مسيرة الرئيس الحالي الذي لم يكمل ثلاث سنوات ثم تم تغييره لماذا؟ ذلك أن تغيير الإسم لماذا؟ ما هو الهدف المتوخى حقيقة وسياسيا؟ هناك من يرى أستاذ نور الدين أن هذه التغييرات هي تغييرات شكلية تحاول إعادة إنتاج الحزب من أجل المرحلة المقبلة إلى إمدى يبدو هذا الطرح واقعيا من وجهة نظرك؟ يعني لا أعتقد أنه يمت للواقعية من قريب ولا من بعيد إذ هو تغيير في الجلد أو في الشكل لكن الجميع والأغلبية من الناس تدرك أن هذا تغيير أولا تغيير لم يتم تبريره حتى بأفسد المبررات ثانيا لا ينطلي على أحد أن الكلمة الإنصاف وهي كلمة جميلة وذات معنى عالي لكنها فعل قبل أن تكون شعارا فإذا كانت قولا تكون تفاؤلا وإذا كانت شعارا تصبح تمنيا من باب التمني على الله بالأمان الحقيقة أنه إذا كان عندك حزب يهيمن على رئاسة كل المجالس الجهوية الموريتانية الـ 15 هذا ليس من الإنصاف وليس علامة لظاهرة صحية إذا كان كل موظفي الدولة المهمين من رئيس المصلحة رئيس القطاع ومدير الإدارة لا يمكن لأحد منهم إلا أن يكون في الغالب في الحالة الساحقة إلا أن يكون عضوا في هذا الحزب أو في هذا الكشكل فحقيقة هذا لا يعتبر إنصافا أنا أريد أن أقول للإخوة في الحزب الجديد القديم أنهم قد تحملوا أنفسهم رمزا وكلمة ذقيلة بالمعنى اللغوي العربي وهي كلمة الإنصاف لكن الإنصاف فعل والفعل أبلاغ من القول كما تقول العرب فتعلمون أن الإنصاف ممارسة وفي اليوم عندما لا ترخص الأحزاب السياسية بالقانون مثلا هذا لا يعد إنصافا عندما تكون 15 مجلس جهوي يهم عليها حزب حاكم هذا ليس إنصافا عندما تكون المهرجانات والتلاهرات يسمح بها في الغالب للحزب الحاكم ويحرم منها كثير من الأحزاب والهيئة الأخرى هذا لا يعتبر إنصافا عندما يكون الراتب الأضعف في موريتانيا طيب أستاذ مردين من هو المخاطب الرئيسي بهذه الخطوات لو تسمح لي هل هل المعارضة السياسية أم هو الشارع الموريتاني أنا لا أعرف حقيقة حتى أكون صريحا معك لا أعرف من المخاطب بهذا أعتقد أنه خطاب داخلي داخل الحزب إنما هو ترتيب للبيت الداخلي من أجل نوايا نحن لا نعرفها ولا نحكم عليها لا أعتقد أن المعارضة مخاطبة بها المعارضة تخاطب بالحوارات الحوار الذي فشل قبل وئد قبل مولده هذا هو الذي تخاطب به المعارضة وغيرها أما تغيير اسم رئيس حزب واسم ورمز الحزب هذا لا أعتقد أنه يخاطب أحدا إنما هو تغيير سنرى ماذا سترتب عليه لم نسأله مبررات ناهضة نعم في التالي أعتقد أنه في الشأن المتعلق بالحوار الوطني سأعود إليك بعد قليل إليه معه بشيء من التفصيل أستاذ أحمد الدوة ما التأثير الممكن لهذه التغييرات على الاستحقاق الانتخابي المفترض في يوليو 2023 وما دلالات التوقيت في تزامن هذه التغييرات مع البدء لبدء الحكومة بالتحضير لهذه الانتخابات واعتراض المعارضة على اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي الجانب أخي الكريم حتى نضع الأمور في نصابها ينبغي أن نفرق بين نقطتين أساسيتين وردتها في سؤالكم وفي كلام الأخ نوردين فيما يترتب بالإجراءات التي حدثت داخل الحزب الحاكم هي إجراءات المعني الأول بها هم منتسب الحزب الذين جلسوا على مدى الشهور والسنوات الماضية مرات عديدة وفي مناطق مختلفة ناقشوا ووصلوا إلى قضايا تتعلق بحزبهم وبطريقة تمكنه من الدخول في مرحلة يحافظ من خلالها على ريادته وعلى صدارته قد تكون مرحلة تتطلب قيادة جديدة بعدما أوصلت القيادة الحزبية الماضية الحزبة إلى هذه المرحلة من المواكبة ومن مؤازرة برنامج رئيس الجمهورية الإنصاف لا يمكن لأي كان أن يزايد على أن يتخذه الحزب شعارا له انطلاقا من أن هذا الحزب مرجعيته هو فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني والإنصاف أحد أبرز المحطات التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية إنصافا للمهمشين وإنصافا للمولومين وإنصافا للسجناء وإنصافا للحقوقيين وإنصافا حتى للسياسيين بعدما أشرعت الأبواب أمامهم وممكنوا من محاورة فخامة رئيس الجمهورية ومن طرح آرائهم ونقاشاتها في كل لوقات وفي كل المجالات هذه نقطة النقطة الأخرى يتعلق في بعض التحامل الذي دائما ما يلجأ إليه اسمح لي آخي الكريم تفضل دائما ما يلجأ إليه الإخوة في المعارضة في موريتانيا كما تعلمون الانتخابات تشرف عليها لجنة مستقلة نعم يتشارك فيها المعارضون جنبا إلى جنب مع الموالين هي من تشرف على الانتخابات من ألفها إلى يائها نعم وما حصل عليه حزب الاتحاد من الجمهورية سابقا وسيحصل عليه إن شاء الله حزب الانصاف لاحقا في الانتخابات المقبلة كان نتيجة اختيار هذه الفكرة أصبحت واضحة وسأعود معك بعد قليل الحديث عن المزاج الشعبي وكيفية التأثير فيه أستاذ أحمد نعم أعتذر منك على المقافة لضيق الوقت أريد أن أعود إلى لأكمل هذه الفكرة فقط خلال 20 ثانية تفضل لأكمل هذه الفكرة فقط في أقل في أقل من دقيقة حزب الاتحاد من الجمهورية سابقا والإنصاف لاحقا ليس بدعا من الأحزاب الحاكمة في كل العالم طرح برنامج واختاره الشعب لتسيير بلدياته ولتمثيله في البرلمان ولطرح استراتيجياته عبر المجالس الجهوية لا يمكن المزايدة عليه ولا يمكن كذلك إلا أن نحترم الخيار الشعبي لأن هذا هو الأساس هذه الفكرة أصبحت واضحة أريد أن أعود إلى السيد نور الدين محمد سيد نور الدين أين يبدو في هذه المرحلة الحوار بين الأطراف السياسية التي تتبادل الاتهامات بإفشال كل واحدة منها هذا الحوار وتعليقه أو وؤده قبل أن يبدأ كما عبرت عن ذلك قبل قليل شكرا نحن نعتقد أن الحوار وكنا ممن قال أنه لم يرى فيه بوادر النجاح من بدايته وقد صرحنا بذلك عدة مرات أننا لم نرى طالع أو إرهاصات النجاح في بداياته وفي تحضير له إذ أن ما بني على باطل لا يستقيم فهذا الحوار للأسف الشديد ونحن كنا مفتحين عليه وإن كتبنا تقرير من 15 فصل مع الإخوة في حركة كفانة نحن في لمام موريتانيا ومع حركة شبابية تسمى كفانة قمنا بوضع بين أيدي الإخوة في الموالات وفي الحزب الذي ينتمي إليه ضيهكم الكريم وضعنا بين أيديهم مقترحات جادة بالمشاركة في هذا الحوار ومع ذلك كنا نتخوف مما حصل في الأخير وهو التذبذب وعدم الجدية وعدم استقرار الأجندة بالنسبة لهذا الحوار هذا الحوار تم وعده ونحن متفائلون إذا قلنا أنه تم وعده بل هو ولد ميت أصلا ولد ميت قبل أن يجهز لأنه لم تكن وراه النيات فيما يبدو للأسف الشديد التي تريد له النجاح أما تلاقى تنابز بالتهم أن هذا أفشله والمعارض تريد كذا ونحن قلنا أنه من الأصل لم يكن حوارا مبنيا على أساس جمهوري لعادة بناء وعادة تأسيس دولة حقيقية فيها خارطة سياسية متزنة وفيها حزب نحن ياريت يعود عندنا حزب حزب حاكم بمعنى الكلمة له إيديولوجيات إصلاحية في العدالة في الاقتصاد في الصحة عنده نموذج دستوري عنده وحدات مناضلة فعلا على الأرض الواقع يطالب بالإصلاح يطالب بإصلاح الاقتصاد له نظريات فكرية في المالية في تصحيح الرواتب والأجور أن يكون حزبا حاكما له إيديولوجيات اقتصادية أن يكون له نواة فكرية إصلاحية ياريت يكون الحال كهكذا لكن نحن نتمنى أصلا أن يكون الحزب له ذابت أنتم تعلمون أن رئيس الأسباق معاوي والطائع الذي حكم موريتانيا أكثر من واحد وعشرين سنة هو رقم واحد في فترة الحكم كان عنده حزب من هذا الشكل وتغير اسمه بمرحل المراحل التاريخ يعيد نفسه هذا الحزب يسمى حزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي لم يتحصى على واحد في المية وتم حله بعد ذهاب الرئيس هذه الكشكولات كما ذكرت لكم أخي الكريم أو التجمعات التي تسمى غلطا أو مغالطة بالأحزاب الحاكمة هي ليست حاكمة فالرؤساء ها يغيرون في خمس دقائق أسرع من تغيير رئيس مصلحة في إدارة بسيطة من دارة الدولة الأخ قال لك أن اللجنة اجتمعت وغجرت الرئيس ما معنى هذا أين هي الأحزاب الحاكمة الحقيقية الضاربة هي أعماق التاريخ التي تقف صامدة بعد تغيير هذه التبدلات كيف يمكن أن تؤثر في خوض حزب الأنصاف حاليا الاستحقاق السياسي المقبل الاستحقاق الانتخابي في يوليو 2023 أعتقد أنها قد تكون النية وراءها هي الاستعداد لاستحواذ كالعادة على كل المناصب السياسية والانتخابية المهمة مع الإبقاء لبعضها بشكل فولوكلوري حتى تكون الديمقراطية شبهة حقيقية لكن المشكلة ليست في الحزب الحاكم بشكل هياكله أو شكله المشكلة هي في الديمقراطية نفسها في حقانية الجمهورية هل هناك الآليات الكبيرة الأخذ ذكر لك اللجنة الانتخابات اللجنة كمبدأ جيد لكن تركيبتها وتوزيعت المقاعد فيها وتوزيعت الصلاحيات هذه هي مربط الفرس وهذه هي بيت القصيد فأنت يمكن أن تضع منظومة في شكلها منظومة جيدة ومبدئيا مقبولة لكن الداخل يأتيك المشكلة من الداخل فعندما تكون الدولة نفسها تتبنى حزبا واحدا عندما يحضر موظف الدولة الذين يدفعون لهم رواتب من جيوب الشعب كله عندما يحضرون ويساندون عندما العسكريون يشاركون في الحشد الديمقراطي عفوا الحشد الانتخابي عندما يكون هناك تجاوزات في أسلاك أخرى أسلاك قضائية أشخاص تحرم تحضر عليهم مارسة سياسة عندما يتجاوز عن كثير من هذه الأمور لصالح حزب واحد فإنه طبيعا من طبيعة الحال سيفوز في الانتخابات القادمة هو الآن عنده أكثر من ثلاثين في المجلس البرلماني وربما يحصل على أكثر من هذا لأن المكانيسمات لا يمكن إلا أن تفرز هذه الحالة لأن المشكلة في المكانيسمات هذه الفكرة أصبحت واضحة أستاذ نور الدين أريد أن أعود إليك أستاذ أحمد الدو كيف يبدو تلقي المزاج الشعبي المزاج الانتخابي في البلاد لهذه التغييرات في دقيقة واحدة لو سمحت أخي الكريم تلقوها تلقوها بالقبول وبالارتياح وبالتذمين حتى بالنسبة لنا في حزب الاتحاد من الجمهورية لأنه كما تعلم أخي الكريم هذه التغييرات جاءت نتيجة مناقشات ومطارحات فكرية داخل حزب الاتحاد من الجمهورية سابقا والإنصاف لاحقا وبالتالي لا يمكن إلا أن نقول بأنها خطوة في الاتجاه الذي يريده الاتحاديون سابقا والمنتسب حزب الانصاف لاحقا وسيكون لها إن شاء الله كبير الأثر في تغيير كثير من الأمور التي نلاحظها في نقاشاتنا الداخلية خلافا للأحزاب الأخرى التي لا لا تناقش أمورها ولا يمكنها أن تطالب حتى بتغيير قيادتها ولا بتغيير أي من أمورها التي تعتبرها وحيا منزلا لا يمكن تبديله ولا تحريفه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية خلافا لما ذكر الأخ الكريم هو حزب سياسي يعتمد الشورى والديمقراطية منهجا وسلوكا في تعاملاته وفي نقاشاته الداخلية وليس كالأحزاب السابقة التي عرفها الأخ وربما كانت موجودة في بعض البلدان العربية أو حتى في بلادنا لا يمكن فيها إجراء أي نقاش ولا حتى تباين في وجهات النظر بالنسبة لنا بحزب الاتحاد من الجمهورية نعم هذه الفكرة أصبحت واضحة أستاذ أحمد وأعتذر منك وأجدت الاعتذار على المقاطعة لضيق الوقت أريد أن نعود إليك أستاذ نور الدين وأيضا في دقيقة واحدة وأقل من دقيقة أين يتموضع الشارع الموريتاني في هذا المشهد أخي الكريم الشارع الموريتاني يريد الأمور الحقانية لا يريد الشعارات ولا تمنيا ولا شعارا إنما يريد خفض الإسعار أن تنزل الإسعار إلى مستوى مقبول يريد تقوية القدرة الشرائية عند المواطن الموريتاني يريد توضيح مشكلة الوقود الشارع الموريتاني يريد أن يكون هناك مدرسة جمهورية غير موجودة حتى الآن الشارع الموريتاني والرجل والمرأة الموريتانيين يريدان جامعات يتم فتحها يريدان صرف صحي يريدون إصلاح العدالة منظومة التقاضي الشارع الموريتاني لا يريد شعار أن تنصف يريد أن تمارس الإنصاف وأن تمارس العدل وأن تبسط القسط يريد أن يكون الموريتانيون متساوي الفرص في الاكتتاب وفي التشغيل وفي التعيين لا يريد استحوال بعض الأحزاب دون غيرها إلى آخر ذلك نعم أشكرك جزيل الشكر من نواكشط نور الدين محمد دول منسق العام لمشروع إلى الأمام موريتانيا وأيضا من العاصمة الموريتانية الأستاذ أحمد الدوة القيادي في حزب الإنصاف الحاكم شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة الشكر منصور لكم دائما مشاهدين الكرامة لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة